النهاردة عندنا تلات قصص أساسية القصة الأولى عن الفضيحة اللي حصلت في النادي الراقي وموضوع الحديد والسلم وموضوع السجود أنا عارف إن وقت احتمال ما يسمحشي لكن لازم نتكلم مع بعضينا شوية دولة الأغا أو السيسي ما بين دولة الأغا ودولة الخليون إيه اللي بيحصل مفيش حاجة اسمها عمال مفيش حاجة اسمها قطعة ما أنا ورتلك عندنا سبعة مليون عاوزين نخليهم مليون يلا هابد انت هو روح طب هنعمل إيه؟ هنضيف تعوضات قوي بس أنا عادم في البيت طب هتأو عادم في البيت ما بيشتغلش هياخد معاش معاش قليل يعني انت بتقطع عنه أرباح وحوافز قصل الشركات خسرانة طب لما خسرانة ما خلته هاش تكسب ليه ما هو دعيب فيكم انتم لأن الشركات دي تقعها تعطي الحكومة مش عيب العمال لا ده ايه مجلس الإدارة مجلس إدارة تيها بتخلف انت وهو لو عاوز تنجحها هتنجح لكن الطمع واتباع سياسة صندوق النقد الدولي بتتين مش هي القصة اللي هابدأ بيها دلوقتي اللي هابدأ بيها اللي قدامك دي انت ده جزء متعلق بالعمال اللي هابتكلم عليه الجزء التاني هو دولة الفسق دولة الفسوق دولة التحلل الأخلاق الحلال اللي هو ايه يقول لك فيه خمسين سيادة او عشر سيدات عادين في نادي الجزيرة كل واحدة منهم قد جدتي او قد دمي الله يرحمها عادي معديش مشكلة بيحتفلوا بيحتفلوا هي دي ايه الخبر ده اه والله مش هي بحطولنا وراء كده او قربولنا فيقوم ايه اسعدتل بيه عادين بيحتفلوا فقالوا لها يا ست فلانا هتلنا اعمللنا كيكا كيكا طورطة يعني فراحت الست اللي عملت الكيكا بتاعت عفتاح السيسي اللي هو المادليات بالشوكولاتة وعفتاح بالمادليا بفاكر انت العاجات دي عرضناها هنا سنة اربعة عشر الست دي مصممة تصاميم على الايه على الشوكولاتة قالوا مادام شهيرة اسمها ايه الستة ايه باهيرة واللي حاطت الاسم مين الجماعة بتوع اليوم السابق اش من عندنا يعني الست دي جالها تليفون قالوا مادام باهيرة احنا والله يعني عندنا احتفالية بسيطة عيد ميلاد وعاوزينك تصممنا كيكا زي ما صممت للسيسي كيكا وشوكولاتة صممنا كيكا اتنهم عناية عاوزينها ايه اهي ستة باهيرة ستة عظيمة جدا بتصمم شوكولاتة جالها الأوردر زي ما بيجي لكل الفنانات في مصر الأوردر ما عرفش انت هتعرضوا بقى للصور اللي كانت عاملها للسيسي ولا ايه يعني مش هتقدر نقل للصور التانية انها ابيحة دي التورطة الاولنية تحيا مصر بعد شوية ما كافت السكة بعد شوية السيسي نفسه تحيا مصر وشوية السيسي نفسه دي شوكلاتة بالمن هاتف شوكلاتة Egypt شوكلاتة 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 كل دى عملته القبيط بالاتح السيسي زي عاصطها ببعلم الناسها متحب يعملوا كيكا ولا أعملوا اي حاجة يروح الست باهيرة السد بتاعت النادي قالوه مدام بهيرة عندنا اردر ايه يا اخويت فضالوا وقالت لهم والله احنا عزين شوكولاتة بس عاوزين عليها يعني حاجة كده بتعارف ان احنا نلاقا دقاعدين في الفراغ وجوازنا ماتوا وعاوزين نتدلع بقى كده احنا سيدات مجتمع في نادي الجزيرة فعاوزين نتدلع ما تعملين لنا شوية حاجات كده فانتظية ترجع لنا الشباب عصر الشباب مرة تاني قالت لهم يعني ايه قلت لهم خلاص احنا بعتلك الرسمة وانت ايه يعني طلعيها ايه والله ومنهم سباحة قديمة ومش عارف ايه طب ده كويس ولا وحش طب ده بيتعامل في البيت عمدهم يعني داخل بيتهم ولا ده ايه يعني حقيقة بطلب مرة تاني بس قلت لنا الحاجات ورا هناك كده على الشاشة الكبيرة عشان اقدر اشوفها اتابع معاك وعد فزي ما انت شايف كده الخبر وفي صوت الامة عند الجماعة اللي انت عارف بعتولها التصاميم اللي هما عاوزين يعملوها ايش ايه وايش ايه كلام ما يتقالش في التلفزيون لانه عيب وعبيها بتجي القصة الست وقفت وبتتصور قدام حضرتك هايه الستات هتلاقيهم وقفين بتصوروا كل واحدة واخد حتة من الكيكة وبتصورة بيه يعني في حد بيصور ولا ما فيش حد بيصور وواضح ان هما بيتصوروا بإرادتهم في واحدة هتلاقي فتح العلبة تصور عند حضرتك وبتتصور معا بماذاكهم الصور تصورت بيعملوها فين يا بيه في عصر الست فلانة في شقة الست فلانة لا ده في نادي الجزيرة اللي هو نادي عام قاعدين في نادي عام تصوروا الجماعة خدوا الصور ونزلوها اه وبعدين جنبي حقاوا معاهم فقالت لهم لأ الست اللي عاملة الحفلة قالت لهم لأ انا عالش حاجة ده احنا متلبناش الكلام دوت ده الست باهيرة هي اللي قالت فجأت باهيرة بعد الضغط عليها كتبتين قالت لأ انا ما يعني مش عارف ايه ده هم اللي طالبوا طبعا انت بشوفوا ده كلها روايات بيحاولوا يطلعوا نفسهم واحدة تانية قالت ايه قالت لأ والله انا اللي عملت عملتها ببيتي من غير ايه من غير انتظار صح من غير اشكال جنسية يعني حد حطرك الاشكال الجنسية يعني فيه ناس قاعدة لا ليست هذه القضايا قضايا في الوقت ان واحدة من اللي كانوا قاعدين دورهم بتعتبر انها دي العزبة بتاعت ابوها زي كامل الوزير بيعتبر ان التورتر بتتوزع عليهم قالت لهم ايه اللي ايه اللي تلقادب والتفاهة دي يا شعب مصر ايه التفاهة دي ايه العضايا دي احنا عادين بنلعب مع بعضينا بنوزع حتى اشكال في النادي بتاع باباو وماما تستطيع تعملوا كده يخونا زي ما انا كتبت في التغريج ده انه سابوا القصة وبيتهموا مين المصور او عامل الحراسة الست عضوة نادي الجزيرة اللي ضبطت متلبسة بالفعل الفاضح تستنكر نشر الصور وتتهم من صوره ونشر بانه المجرم الحقيقي لانهن كنا قاعدين في حالهن الى ان جاء هذا المجرم الجبان الرعديد ابن الشوارع اللي صور اللي ايه اخذ درك انت فاقتحم عليهن خلوتهن اخص عليه اخص صحيح اللي اختشه ماته نحيح هسمعك صوت الست وهي بتقولي خير رمضان لا 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 يا خيري افرد ان انا قاعدة بشد حشيش في النادي انت بشم كلها يا اخي قاعدة مع واحد ااااا بلعب له في شفايف ومثل ايه دخلك انت يا مواطن يا وعش ولا حارس الامن يا جربوع انت دولة الاخوات لو ايه يعملوا الفحشة وبعدين يقولك ايه انت زي انت زي انت زي انت بصليات كده مش عيب عليك ايه ده ايه الدولة دي دي دولة السيسة هو عاوزها كده عاوز ناس الالهاء وان احنا دولة متفسخة ولا شعب متدين ولا يحزنون وانه ده الطبيعي انتو بتتكلموا علي انا اهو انا على اقل بصلي الخمس ورود لو سألت واحدة من دول بتصلي اتقول لك ايه مشي يا عضي يا بتخلف انت هو ده الرغبة هي دي ده النظام اهلك الغلابة ودوس عليهم وسيب دول وهتطلع براقة زي ما الست القضية اللي ضربت الزابط وشدت له لصبلايت ما طلعت واقل لك تلات عن ده زي ما الوادي الصغية للنون وبنبون اللي لسه حطين صورته طلع فالسته طلعت مع خير بي رمضان قالت الكلمتين المفيدين اللي هقفل بهم القصة دي ردنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة